بسم الله الرحمن الرحيم زيكم يا حبيبي عاملين ايه معاكم هبة من قناة بيتك اجمل معايا النهاردة وفيديو جديد على القناة ازاي تخلي الغسيل بتاعك كده ريحته حلوه ومزهزه وزي الفل مهما تستخدمي مسحيء كتير قوي ممكن تيبقى الغسيل بتاعك ريحته مش حلوه تستخدمي دوني برضو الغسيل بتاعك ريحته مش حلوه جاتلي مطابع على القناة كده قالتلي هبة الغسيل عندي مهما اخسله ومهما احطي دوني بيطلع ريحته مش حلوه انا النهاردة هقولك ليه الغسيل بتاعك بيطلع ريحته مش حلوه والالعاب في الغسيلة مش في المسحوق اللي انت بتستخدمي جب احنا هنعمل ايه عشان خاطر نخلي الغسيلة ريحتها حلوه تخلي الغسيل يعني ريحته حلوه وكمان يطلع نضيف تعالي بقى كده معايا نتكلم مع بعض شوية اول حاجة احنا عارفين الغسيلات القديمة اللي هي بتاعت زمان لحد دلوقتي متوفرة عادية بس ما بقناش اللي احنا نخسل عليها بنستسهل الاوتوماتيك كانت بتخسل الغسيل مرة واثنين وتعود تلف تلف لحد ما بتطلع عين الغسيلة عشان كده الغسيل بتاع زمان بيطلع زي الفل وبيطلع يعني اه هقولك ايه شامعة منورة كده بيبقى على الحبال حتى انت كده لما تفتكر ايام ما امتك كده هتلاقي الغسيل زمان كان بيطلع الابيض دوت يعني منور كده بيبقى خلاص دلوقتي بقى في غسلات بتطلع الغسيل اصفر ريحته مش حلوة طب احنا عايزين نتجنب الحاجات دي كلها ونشوف احنا هنعمل ايه عشان خاطر نتجنب الحاجات دي وعايزين طبعا غسلنا يبقى زي الفل عشان كمان يبقى شكله حلو كمان لما تجي تلبس الهدوم كده تحس بريحة حلوة اول حاجة انا بعملها عندي في الغسالة اللي انا بتاع السيونو لما جالي قالت استخدمي لها دورة خل دورة خل كل شهر كباية خل كل شهر طب انا غسلتي بخسل كتير انا ممكن اليوم يعدي علي اخسل فيه ثلاث مرات في يوم ايه في يوم اخسل فيه مرتين مرة الصبح ومرة بالليل طيب كده انا بستهلك الغسالة زيادة عن اللزوم طب دورة الخل اللي هي في الشهر ديت مش هتنفع طيب اعمل ايه اعمل ايه هتفكر قلت لا ايه انا اعمل دورة الخل دي اسبوعين يعني كل اسبوعين اعمل لها دورة خل دورة خل سهلة اوي كباية خل الاضافة اللي انا بضيفها عندي على الغسيل في الغسالة يعني بجد هتفرق معاك اوي كمان هتخلي الغسالة بتاعتك تبقى الريحة عندك كويسة هتعقم الخراطيم اللي جوه الغسالة هتطهر كل حاجة هتخلي كمان الغسيلة عندي كده وانتي مطلعوه حاسة كده اللي هو فعلا نديف يعني حتى لو انت حتى المسحوق بتاعك ده كمية قليلة لكن واسقة الغسيل هيطلع نديف هو الملح انا بحط ربع كباية ملح مع كباية خل بعمل العملية ديت كل اسبوعين او كل عشر ايام يعني ببقى كتبع عندي كده خلاص يعني الغسيل اللي عندي خلاص قرب يخلص فبروح عمله للعملية ديت بعملها ازاي بقى الخطوة اللي انا هقولك عليها دي هي المهمة جدا ايه هي الخطوة اللي انا بشغل الغسيلة على اعلى درجة في الغسيلة يعني مجيش اشغل على العصر وروح حتى كباية الخل وشوية الملح دول وروح مشغلة لا انا بشغل على اعلى درجة في الغسيلة عشان خطر اتأكد الخراطين بتاعت الغسيلة والحاجاء والمواسير يعني اللي ماشى جوه الغسيلة اللي هي اتعقمت تماما عشان كده ما بقاش فيها رحة كمكمة ما يبقاش فيها رحة مثلا اوساخ من جوه توسخ للهدوم الحاجات دي كلها صدقيني العملية ديت لما تعمليها هتفرق معاكي قوي هتفرق معاكي في رحة الهدوم في شكل الهدوم كمان كمان هتحافظي على نظافة غسلتك اللي انت كده بتعقميها مش عايزة كل اسبوعين يبقى كل شهر بتعقميها كل شهر بتحافظي على نظافتها بتعملي لها صيانة داخلية يعني ايه صيانة داخلية؟ اللي هو الخل والملح يعني اللي انت بدال ما تجيبي حد يعملك صيانة للغسلة لا هي دي الصيانة اللي انت تقدر يتعمليها للغسلة بتاعتك وكمان لازم تفتحي الفيرتر اللي هو من تحت خالص في الغسلة من تحت كده هتلاقي حتة مربعة كده تفتحيها وتنظفيها كثير مننا بيبقى ناسي كده بابيس في الطرحة حلقان بتاعت السطارة هتلاقيها من جوه ديت ممكن تبوزلك الترمبة فعشان كده لازم تفتحيها وتتأكدي تماما اللي مفاش اي حاجة ممكن كمان نص جنيه فضة ربع جنيه فضة الحاجات ديت بجد هي اللي بتبوز الغسلة فلازم تتأكدي تماما اللي الغسلة بتاعتك كويسة زي ما انا قلتلك بقى كده اللي انا بعمل الغسلة على اعلى حاجة خالص على تسعين علشان خاطر اتأكد اللي هي هتوعد الدورة كاملة من اولها الاخيرة وكمان بعملها على سخن زي ما انت شايفة كده بس عنزي هنا بدأت اللي هي تتمسح بعملها هنا كده على تسعين يعني بجيب الازرق ده بجيبه هنا هعملها معيك دلوقتي عشان تتأكدي هفتح الدرج اجيب الخل هروح حط كمية الخل هروح حط كمية الملح بالشكل ده كده وهروح قفليها هعملها على صخ وبعد كده هعملها على تسعين زي ما انت شايفة كده هتبدأ بقى تغسل معي الغسلة اه الدورة بتاعتها طبعا انا مش حط غسيل علشان خاطر انا عايزها تنظف المواسير اللي جوه والخراطيم اللي جوه الغسلة عشان تتعكم ولما اجي احط غسيل بعد كده احس بنضافة الغسلة بس كده هسيبها بقى لحد ما تخلص خالص تلف كده الدايرة دي لحد ما تسيجي هنا عند النهاية ويبقى كده خلصت الدورة بتاعتها كاملة وتأكدت للغسيل بتاعي لما اجي احطه البعد كده هيطلع معي زي الفل ونجيف جدا اعملي العملية ديت بجده تفرق معيك قوي زي ما انا وريتك كده عملي اهو حاولي تعمليها كل شهر لو انت بتخسلي كتير زي كده ممكن تعمليها كل اسبوعين او كل عشر تيام مش هتفرق معيك والله بس هتديك نتيجة مرضية والنتيجة انت هتوفري عنها فلوس كتير اوي قد انت ممكن ترفعها في السيولة بس كده ده كان الفيديو بتاعي النهاردة يا ربي يعجبك لو عجبك الفيديو لا تنسيش تدوسيلي لايك لو انت اول مرة تشرفيني لا تنسيش تدوسيلي اشتراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته